السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوة محمد السيد اليوم سنجواب على اسئلة مهمة جدا بخصوص شركة حوة الناس كتير جدا تسأل مين مقر شركة حوة العمومي او الرئيسي كما ترى على طريق القاهرة اسكندرية الزراعي اذا كانت تبقى معرض حوة او مقر شركة حوة في اليوب تمام ده كده المعرض الرئيسي اكبر معرض في الشرق الاوسط تقريبا ده كده طريق القاهرة اسكندرية الزراعي الطريق السريع لو خدت بالك انا هلفلك الناحة التانية تمام لو بصيت هتبص تلاقي احنا دلوقتي عدينا الناحة التانية الطريق ده المعرض قدامك اللي هو على البطيق لو لفينا الناحة التانية دلوقتي وشك للمعرض ضهرك للرصيف على شمالك كبري اليوب وراك هتلاقي بنزينة موبيل موساط البنزينة على طول وفيه جنب مصنع نسلة كلم جميل كده تمام يبقى الطريق ما يتوهش وعلى الطريق على طول المكان ما يتوهش على الطريق عدل طيب لو حبيت ادخل المعرض فيه اي اشكالين مفيش اي مشكلة خلص هتدخل هتتفرج على جميع انواع الموتسيكلات انا دلوقتي كأنك انت بالضبط اللي داخل المعرض هده خلق المعرض او الريك معرض حوة يعني كأنه رأي عينه في البداية كده مستاذ احمد عبد الله راعي الامن في المؤسسة كلها راجل محترم ده كده زي ما حضراك شايف معرض حوة من الداخل دلوقتي احمد عم احمد الله يبارك له الحج سعيد ده كده الفيسبا ال ال ام صباب جميع انواع بقى الموتسيكلات العينات اللي نازلة الحاجات التجارب تمام كده كأنك انت اللي داخل المعرض نفسه كأنك انت اللي ايه ماسك الكاميرا بتلف في المعرض كده كأنها زيارة فعلا فعلية لمعرض حوة كأنك سافرت من بلدك ودخلت المعرض وشوف انا بوري لك جميع الاماكن وهنطلع فوق المكان اللي بتحط فيه العينات قبل ما تنزل السوق وهفرق المعرض من فوق شكله ايه اعمل ازاي وفي نفس الوقت هوريك هتطلع الورق منين لان برضو من ضمن اكتر الاسئلة اللي تيجي لو رحت حوة اجيب الورق ازاي وطلعه منين وكلام ده كله طب السؤال المهم برضو هل ينفع اشتري من المعرض العمومي متساكل ما فيش اي مشكلة ان شاء الله طبعا ما فيش مشكلة ان انت تشتري من المعرض العمومي المتساكل طيب اخد ايه وانا رايح المعرض هتاخد معاك البطاعة بتاعت حضرتك والفلوس مش اكتر من كده عشان الورق النهاردة من 2018 يطلع الورق الفاتورة باسم المالك كاملة باختمها بامضاطها على الترخيص على طول بالافراج الجمروكي بالفاتورة الضربية كلام جميل كده طيب ناصة بس ختم الاعتماد ممكن هو يعتمدها لك وتستلم الفاتورة بعد تقريبا اسبوع عشان بياخدوا الورق كله يعتمدوا مع بعضه كل اسبوع تقريبا ولو انت هتعتمدها ما فيش اي مشكلة خالص في ثلاث ثواني في المرور ختم الناس لا يوجد اي مشكلة وبرضو ايه من غير اي مصارف ادارية ده كده الموتسكيلات وقالة الموتسكيلات وصوبر اسبورت بس والسوبر اسبورت كيوي الفستا الميتين الفيجوري مية خمسة وعشرين فجميع انواع الموتسكيلات تقريبا موجودة اصعار المعرض ده زي بره ولا قل هي هي بالزبط ويمكن اعلى سنة كمان تمام ف ماينفعش يدرب تجاره مش ان هو بيعلي هو نفس التجار بالزبط مافيش اي مشكلة برضو جميع انواع التروسيكلات السكوتر طبعا شوفنا جنب السيني وجنب الصيني طبعا هوجن وضايو وكيوي وجنب البنيلي وجنب الزينتوس وجنب السكوتر فتلاقي برضو ايه حقا كويسة جدا ده بقى قطع الغيار اللي انا شويرت عليه ده الناس كتير جدا بتسعل على قطع الغيار هشوف اللي قدامنا في الوش ده خالص يعني انت هتدخل شوف المعرض ده ده في اخر المعرض في وش الباب ده خاص بقطع غيار البنيلي والزانتوس هتروح له اي حاجة بنيلي زانتوس محتاجها راجل محترم جدا برضو العليمين اللي انا بوريه لك ده اللي هيقطع لك الكشف الاسعار وهتروح تستلمها من الوز مصطفى هنطلع فوق دلوقتي على الدور التاني اللي هو الدور اللي فيه المكاتب ده المهندس منقام ده المهندس منقام ده طبعا المهندس بتاع المعرض ما شاء الله ده بقى ايه العينات اول ما بتنزل قبل ما تنزل مصر نفسها بتنزل الدور ده الاول تتفحص ويتشايك عليها وتشاف كويسة مش كويسة تنزل ما تنزلش الكلام ده ده الدور بتاع الرئاسة نفسها تمام ده المعرض من فوق طبعا الناس اللي كانت بتقول عايزين ان يشوف معرض حوه او انا جبت لك المعرض كامل كأنك انت اللي دخلت المعرض ومن غير ما تسيب مكانك ومن غير ما تسيب بلدك وتسافر والكلام ده او كأنك رحت ده المعرض كامل من فوق ومن تحت وجوه وبره لسه لك عندي حاجة واحدة اللي هو مكان الورق طلوع الورق اهو طلعنا بره المعرض خالص تاني او شوف انا دخلت من هنا على المعرض لا وانا رايح اجيب الورق مش هدخل من هنا وانا رايح اجيب الورق هدخل من الجنب شوف السلم ده خاص بالورق اعايز اغير ورق اطلع فاتورة الموتسكل اغير فاتورة اجيب افراج جمروكي اختم ورقة اغير اعد الحاجة فيه غلط في الورق الكلام ده كله اغير اسم فاتورة من اسم الاسم هطلع هنا هتقابلني اول حاجة هتقابلني بعد الباب كافيتاريا حوى اللي هي الاستراحة طبعا عشان ما تفضلش ربع ساعة نصو ساعة فوق قاعد كده وخلص لا فيه كافيتاريا تحت اكل شرب الكلام ده مفيش مشكلة تطلع على السلم ده بتاخد يمين اول حاجة بتلاقيها على اليمين على طول مكتب الزاحمة خميسة ده اللي هيقولك حاجتك فين وبكام وهتروح ليمين بالضبط بعد كده بيوزعك على المكاتب حسب الشغل بتاعك وده طبعا الكافيتاريا قال انت ايه اللي موجودة ده كده كل حاجة داخل معرض حوى لوسائل النقل الخفيف واكبر معرض تقريبا في الشرق الاوسط فيه حوالي خمس او ست برندات توكلات عالمية موجودة داخل المعرض ده وتقريبا كل حاجة بتنزل في السوق النقل الخفيف بيجيبها ده طبعا المكان كل حاجة بالتفصيل اي سؤال في السرطة تحت في التعالية ان شاء الله وباذن الله الجديد او البول اللي تطلبوه تحت امركم احنا اخوات ضمتم في امان الله ما ننساش الاشتراك في القناة تفايل زيارة عشان وصلاك كل جديد اللي اعجابه التعليق دعم لشان نستمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته